طيفتنا اليوم تعتبر من أحد المناشدين بضرورة النسوية تحديداً عندنا اليوم الدكتورة حنين الغبرة جداً سعيدين بوجودك معنا يحبتي وأنا السهل ومشكولة طبعاً أستاذة حنين أنت أيضاً عضو هيئة تدريس قسم الإعلام في جامعة الكويت ويعني في صعوبة عندك في تدريس النسوية للطلبة صح أو لا؟ فيه فيه وما فيه كيف تستطيع أن تصلها لهم؟ حسب أول شيء طلاب ولا طالبات مع الطلبة الشباب عندما أعطيهم المنظور بأن الذكورية وعندما أتكلم عن الذكورية أنا أتكلم عن مجتمع ذكوري أبوي أنه فيه طريقة أداء أن الواحد يأدي نفسك أنه هو رجل حقيقي مفروض ما يسوي شيء مفروض ما يبتي ما يوري أي نوع من العواطف لما يبقى من طاري هالمنظور أن النسوية تشمل الكر تشمل يعني تساعد تعالج الذكورية وتعالج العنصرية والطبقية تحرر الرجل من الصورة النمطية المطلوبة منها أيضاً بالضبط إذن بكتورة حنين هل تؤمنين أن فعلاً هناك من يحارب الحراك النسوي في الكويت؟ أي؟ أنا بأي مجتمع البنية التحتية هي المجتمع أبوي مجتمع ذكوري فلما أحنا نحط خلنا نتكلم مثلاً عن أيديولوجيات الأفكار التي تسيطر عليها مثلاً أيديولوجية الذكورية لما أنا أحط البنية التحتية أنا حطيت القوانين والإسكان والإعلام الإعلام المؤسسة هيكلية هذه الكلام راح أتعززها الذكورية راح أطبقها من خلال الشرطة والسجون والمكان العمل حتى بالعلاقات الشخصية العدوانيات الصغيرة هذه العدوانيات اليومية أن يصير حق أي فئة مقموعة ترى هذه نتاج هذه الهياكل السلطة فأنا لما أحط كلها البنية التحتية شو أنا أحاربها بالآخر يعني؟ خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى الانتخابات على الأبواب هل سينجح الحراك النسوي في دعم المرأة لأن تصل إلى حقها البرلماني هذا العام؟ بالرغم من وجود العديد من النساء الذكوريات الرافضات للتصويت للمرأة؟ عادة أسهل عشان نواجه القمع أسهل أن أنا أتقمص الذكورية بدل ما أنا أحس بألم الذكورية لا أتقمصها أقول لا ليش في نساء طالعين مجلس الأمة لكن إذا شفنا في أمثلة حولين العالم عن رؤساء نساء قاعد ينجزون أكثر من رؤساء يعني ميل أو ذكر عرفتي؟ هل هذين قاعد قمصون الذكورية اللي قاعد ندخل من مجلس الأمة؟ هل أهموا عنصريين؟ لازم نسأل نفسنا هل أسألة؟ يعرف عن الحراك النسوي اهتماما بالمهمشين في المجتمعات حلو؟ ويعني المهمشين من النساء والرجال وكذلك أصحاب الهويات الجندرية المختلفة صحيح؟ فهل يستطيع أن يحقق ذات الأهداف في مجتمع لديه قوانين تمنع وجود كيان وهويات مختلفة؟ أنا أشوف حتى بأمريكا وهم عندهم قوانين مو عرفين يسوون هالشي لأن الحركة النسوية اللي احنا تعرفنا عليها من خلال المدارس والتعليم والكتب والإعلام هي النسوية البيضاء فالمشكلة عندنا بالكويت أن احنا قاعد نتبع نفس الحركة الحركة النسوية البيضاء أن احنا بس قاعد نساعد الطبق المخملية البرجوازية وين النساء اللي محتاجين الإكويتيات أو العمال المنزلية أو فئة البدون أو فئات أخرى بعد نعم صح؟ ذكرتي منه شوي المرأة الذكورية كيف تراجع المرأة نفسها وتراجع أفكارها ومتى تكون مخطئة بحق نفسها وبحق النساء في مجتمعها؟ مثلاً أنا ما أروح عند دكتور إسنان غير واحد ما أروح عند وحدة أنا ولدي أهم من بناتي هذه نشوفها وائد مع الأمهات هذه التقمص المجتمع الذكوري أن لا ولدي ليش هي عندها أربع بنات ما عندها ما يابت ولد كأنه يعني ينتقص من أمومتها شيء بالضبط يفهم أحياناً أن التحرير الجسدي بشكل سلبي بشكل سلبي أو بأنه إغراء جنسي لكنه ليس إغراء جنسي الإغراء الجنسي عندما ترون مثلاً كتب بالهوكس هي منظرة سودة ومشهورة في أمريكا تقول الإغراء الجنسي غير التحرير الجنسي إغراء الجنسي هذه عملت برؤية الرجل التحرير الجسدي أن أنا ألبس لأبي أتحجب ما أتحجب أنا أقرر مثلاً عندنا قضية مثلاً الإجهاط إذا واحدة صار عندها عنف جسدي أو يعني صار عندها حالة وغير إرادتها لا تقدر إهيها تسوي شيء نعم أنا في مستشفى الولادة أبي أخذ أستيجا لازم أنطري لي إيهي وقع إنزيل من هو اللقاء عيولاً إمرأة بالسبعين صح كبيرة في السن صح حتى في السبعين صح في دولة الكويت هذه التحرير الجسدي أن أنا مفروض يكون عندي وكالة على نفسي على جسدي على جسدي نعم بالنسبة حق تسليع المرأة إيه ذكرتي أكثر من مرة أن هناك نوع من أنواع التسليع الحاصل للمرأة رغماً عن إرادتها رغم أن في مدارس من الفكر النسوي ترى بأنها تشجع على مثل هذه الشيء فهي تدعم المرأة العاملة مثلاً في مجال بيع الجسد مثلاً تمام فخلينا نصلح المفاهيم أحس أن هذه الفكرة ياي من الليبرالية وأنا يعني أحس أن الليبرالية خربت بيتنا كلنا أنزين أحس الليبرالية تشجح الفكرة إن بس الإغراء الجنسي أقان يعني أكرر غير عن تحرير المرأة فصاير فيه تعزيز بس حق الإغراء الجنسي لكن مو حق يعني المرأة وتحريرها يعني مثلاً إذا أحنا حاطين التسليع حق المرأة في المجلات وبالتلفزيون أنه هي فقط شيء سلعة سلعة شيء عرفت هي؟ لمنظور الرجل أحنا شون أحنا نرضى أحنا حق الرجال أنا أكلم الرجال الآن شون أحنا نرضى أن نسويها الشيء حق المرأة لكن ما نعطيها حقوقها زين دكتورة ذكرتي أكثر من مرة أنك تدعمين الفكر النسوي التقاطعي أوكي فما هو يعني بالتحديد النسوية التقاطعية دائماً أقول أنه أحنا نظرية بالعالم أحس أنها تشمل الكل إذا صجل واحد يدش في عمل العدالة والمساواة لازم نتكلم عن التقاطعية وحتى بدون نسوية ممكن حتى بس التقاطعية بنشمل الكل ليش؟ أنه هي تجارب تجارب الأفراد هي نتاج التقاطعات هويتنا سواء طبقية تعليم مال العرج الأصل كل هالأشياء تعطينا يعني تعطينا انطباع عن حقوقنا من خلال هويتنا فالتقاطعية وايد مهمة لأنها تشمل كل الهويات بدون استثناء ما هو هدف النسوية اليوم؟ ولماذا تنصحين الناس بما نقول يعني مثلاً أن على طول يتبعها بس على الأقل أنه يثقف نفسه فيها يثقف نفسه بالنسوية التقاطعية بس الهدف لأنه تشمل الكل لأن المشكلة الحين بالحركة الموجودة بالكويت وبكل العالم أنه صارت حركة برجوازية فقط لا غير فإذا نحن صج نسويات وأنا أكلم نسويات في كل أنحاء العالم لو نحن صج نسويات نفكر بأخواتنا اللي ما عندهم نفسنا نفكر باللي مو كويتية نفكر بالعمال المندلية نفكر بالبدون نفكر باللي عندها إعاقة يعني فأنا أشوف أن لما في نسويات يشتغلون على هذا الموضوع لازم يحطون بعين لإعتبار أن عندنا أخواتنا وأخواننا اللي عندهم أقليات مننا هو محتاجين لنا محتاجين دعمنا فشون نحن نقول نحن نسويات وما ندعم هذا الشيء هذا ما نحن نحن ناقض نفتة هذي مو نسوية إذن إذا تقدرين توصفين لنا الفائدة التي ستعم على المجتمع في حال تبني هذا الفكر أقل قمع حقوق الأقليات ترى بالآخر واحد ناس ما يشوفونه بس النسوية القمع فيها ألم وفيها اضطرابات نفسية نعم لما يقولون والله واحد انتحر وهو ما انتحر هو ما ما ماله شيء يعني عقليا عرفتي لا وهو من ضغوطات ضغوطات المال والتعليم وما عنده وظيفة وما عنده ما عنده هوية راح يروح وأكيد راح يروح ويذبح نفسه فهي فيها جانب نفسي زين دكتورة خلينا نرجع لنفس النقطة العديد من الشباب في مجتمعنا يقول لك المرأة تطلب حريتها وتطلب أنها يعني تكون على كيفها وأنني ما أطلب منها كذا 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 لكن بنفس الوقت أنا اللي أصرف أنا اللي فاتح البيت وهي راتبها بس حقها عشان تروح فيه مثلا تتبع آخر أنموع الموضة أو تشتري جنطة باهظة الثمن أو ساعة ثمينة فشنا تردين على الشباب اللي قلون أنا أشوف أن فيه وايد نساء قاعد يشاركون بهذا الشي قاعد يشاركون بس حق اللي مو قاعد يشاركون أنا أشوف أن لهم حق أن عندهم موظيفتين هذا أول شي ثاني شي أحنا ما عدلنا المعاشات الوظائف يعني أورادي الرجال عندهم الوظائف عندهم المعاشات الأعلى فأورادي المرأة داخلة مو متوازن العلاقة عرفتي بنفس الوقت عندها وظيفة اليهال فأي تحتاج هالشي فأنا أقول إلا لما أحنا نعدل تطبيق القوانين أو القوانين وكل الأشياء من ناحية العدالة الجندرية وممكن بعدين نتكلم بهذا الموضوع هناك صورة لجسد المرأة روجها الإعلام خلينا نقول الأمريكي نوعا ما مع الأخوات كارداشيان صغيرة الخصر ممتلئة وتبرز مفاتنها في أماكن أخرى وانتشر هذا النمط في عيادات التجميل حتى لدينا كيف تحمي نفسها المرأة من أن يتم تسليعها بهذا الشكل دون إدراكها ما يحدث لها أنا لما أيب المرأة بالكويت أنا أشوف كيم كارداشيان على التلفزيون نحن ككويتيات دعنا نقول مثلا اللي ما طلعوا بر الكويت بالذات أنا أشوف كل الأشياء بهوليوود أنا أتعلم من هوليوود أن هذا الشكل المثالي الأغراء الجنسي الرجل رح يحب شذي فأنا أروح أكرر هذا الشيء وفي الكويت عندنا شيء وموجودة في أمريكا لذلك كيف نشوف أكثر بالكويت اللي هو المال نعم فصار سهل أن أي واحدة تروح لعيادة وتسوي نفس الشكل من فوق لتحد قرفتي فعندنا لماذا أنا أقول أن أشوف الشيء بالكويت لأن أول شيء عندنا فلوس فسهل أن أروح أسوي عمليات تجميل وأسوي أي تغيير تجميل أبي في كل جسدي من فوق لتحد يكون شكري كوبي بيست كم كرداشن لكن هذا كلها أيديولوجية الجمال شنو معنات الجمال ترى حتى الجمال مبني حتى أن الضعيفة أحلى المتينة لا هذه كلها أيديولوجيات وكلها شيء احنا ركبناها في مجتمعنا وشيء مؤذية ترى حق الروح أصلا عرفت هي نعم دكتورة حنين الغبرة كل الشكر لك على وجودك اليوم معنا وإن شاء الله نلتقي في المزيد من المقابلات خلونا نطلع فاصل ردينا من يديد وهالمرة معنا شاعرة وباحثة في الدكتورة واللي هي دلال البارود حيات الله في النايت شو الله يحييك دلال الأعمال اللي تكتبينها أشعارك وكتاباتك نوعا ما تعبر عن أفكار الفكر النسوي ولكن ترفضين تماما أن يتم تلقي بشبي نسوية أو فامينيس صح ما هو السبب؟ أولا أنا درست في سنتر اللي هو كومبراتيب لترستر أند بوستكولونيال ستريز البوستكولونيال ستريز هي النظريات ما بعد الاستعمارية نعم غرض هذه النظريات دائما ومثل ما احنا تعلمنا في الجامعة أن ننفكك مركزية النظرية الأوروبية أوروبا كانت هي البلد اللي صدر النظريات وكانت دولة مستعمرة فكانت تظن أن أي نظرية تظهر من الغرب يجب أن تنطبق على الجميع نعم بعدها تضع مفكرين من هذه الدول المستعمرة ضد هذه الفكرة لذلك أنا قد أكون نعم أنا وأيد المرأة وحق المرأة لكن أنا لا أعتقد بأن النظرية بحذافيرها الغربية ممكن تنطبق علينا أو ممكن تناسب مجتمعاتنا ولكن تم تطوير النظريات النسوية وخرجت منها مدارس أخرى البعض منها تنطبق إلى يعني العالم العربي أو الإسلامي وغيرها من صحيح أماكن أخرى في العالم صح لكن نشوف التطبيق أنا بالنسبة للتطبيق على أرض الواقع خصوصا عندنا في الكويت أنا دائما أكرر هذا الكلام التطبيق لا يمشمل كل النساء دائما تشوفين طبقة معينة هي التي تتصدر المشهد للحديث عن المرأة ما نشوف المرأة من كل المجتمعات والأطياف موجودة حتى خيارات المرأة يعني فيه أحيانا هجوم على المرأة المتزوجة ذات الأبناء أو اللي تختار تكون يعني اللي تختار تساوي أو كومبرمايزنج مع شرك حياتها ألا ترين أن النسوية التقاطعية تهتم بجميع النساء وتحل هذه المشكلة؟ المفروض هذا على الورق نظريا ثيورتك لي يعني نتكلم لكن في التطبيق أنا ما شفت صراحة في الكويت تطبيق حي ويشمل جميع الأطياف للأسف أنا ما شفت يمكن أنا مقصرة يمكن فيه فعلا حركات تطلعت في الآمن الأخيرة أنا ما طلعت عليها لكن شخصيا ما أشوف أن التطبيق يشمل الجميع يعني أنت ما عندت مشكلة مع النسوية بحد ذاتها ولكن عندت مشكلة مع النسوية البرجوازية والتي تخدم الطبقة المخملية أحسنتي هذا بالضبط اللي أنا ضدها علمينا شوية عن المقارنة اللي حطيتيها بين شعر الجواري الجسدي وشعر نساء البشتون الجنسي الساخر نعم في الماجستير كنت أبحث طبعا أنا تخصي أدب مقارنة طبيعيا يعني طبيعيا أنا أبحث عن ثقافتين قد يكون بينهم اختلافات وتشابهات بحثت في شعر المرأة أنا شفت أن شعر المرأة خصوصا في الفترة العباسية مهضوم حاقة كثيرا من ناحية التوثيق والمصادر فما في كان عندي كم خلنا نقول شعر من ناحية الكمية علشان أدرس العباسية في هذا الوقت لكن شفت أنها تتقاطع مع فن أنا مهتمة في وقراتها وأيضا أعرف اللي ترجمة إلى العربية الدكتور عبدالله بوشبيز فن اللانداي هذا فن تكتب النساء الأفغانيات بلغة البشتون لتعبر عن سخريتها من زوجها لأنها هي قاصرة وتجبر على الزواج من رجل كبير في العمر بينما قلبها معلق بشاب من عمرها ذهب إلى الحرب ولم يعود يعني أكثر شيء تأثرتي فيه هي فئة مضطهدة جدا في بقعة من العالم تعاني من اضطهاد شديد نعم شو ما تعتبر النفس اشتنا سوي أنا مع الحقوق أي كانت سواء حق للمرأة أو الطفل أو الرجل حتى لأنه في أحيانا يكون مخضوم حقها يعني مع أنه هو طاغي في الأمور الثانية لكن في أمور نعم أنا أتعاطف فيها معا لذلك أنا ما أحب أصالني في نفسي يعني ومضلومة في كل المواقف فأنا أحب أكون مع المهمش مع من لا صوت الله أي أن كان سواء كانت مرأة رجل طفل أو أي فئة أخرى يعني استخدمت فئتين من النساء المطهدات تاريخيا نعم تمام لأجل أن تضعين بحث نعم أدبي نعم نوعا ما ولكن في النهاية يخدم نفس القضية ونفس الفكر نعم صح أو لا صحيح صحيح وأنا اخترت أيضا كنت أطرح سؤال يعني مثلا من هو المملوك يعني إحنا الجواري يتعتبر مرأة مملوكة يعني جسدا لكن من هو بينما الحرائر اللي هم النساء من الأشراف ممنوع عليهم يتكلمون بهذا الكلام ويكتبون هذا النوع من الشعر فأنا هنا يتسألت ليش المرأة الحرة لا تستطيع التعبير عن نفسها بهذه الجرأة بينما المملوكة تستطيع أن تعبر عن نفسها بكل جرأة فهني سؤال يعني أنا طرحته فلسفية ترى من هو المملوك حقا الذي يستطيع التعبير عن أفكاره وعن جسده أو الذي لا يستطيع التعبير يعني هذا كان والعنوان كان إمانسيبيشن أمتها طبعا حتى تحافظ على حياتها إذن دلال بالنسبة للشعر أوكي يعني دائما نشوف أشهر الشعراء من الذكور هل ما زال الشعر تحت سيطرة الرجال أنا ضد هذه النظرية الشعر لم يكن يوما فقط حكرا على الذكور لكن الظلمين الظلم لما نشوف المراجع يقول لك النقاد أشهرهم مثلا من العصر العباسي ابن المعتز وغيرة يقول لك أن المرأة لا تصلح إلا للبكاء ورثاء وهو حكم أن المرأة لا تصلح إلا للبكاء ورثاء ولذلك تجاهل الوراقة لأم الناس الذين كانوا يدونون الشعر أنا ذاك شعر المرأة لأنهم كانوا يحصرونها في فئة معينة ولو نشوف أن أشعار الجواري قد تمتد الأبيات الجميلة يعني أنا أقول البنت التي قدرت تقول بيت ولا بيتين ولا ثلاثة ولا خمسة يعني كانت راح تكون عادزة من أنها تكتب قصيدة طويلة لا أظن ذلك لكن يعني الوراقين مهنة كانت محتكرة من الرجال فهم الذين يقررون من الذي يعبر إلى التاريخ ومن الذي لا يعبر هذه كارثة طبعا أوكي خلينا ننتقل الحين إلى أعمالك أنت نعم حلو أنت أيضا بالإضافة إلى عملك في البحث العلمي إلا أنك شاعر نعم والجماعة قالوا لنا أن أداءها في الإلقاء رائع وأنا وعيد أحب الشعر والإلقاء فاليوم راح تقرير لنا شي إن شاء الله في قصيدة أتقدمك أنا كتبتها من وحي تجاربي الحقيقية ومن وحي طفولتي كوني فتاة كانت شوي مختلفة على الفتيات الأخريات مختلفة أي كلمة مختلفة تثير فضولي يعني ما كنت ألعب بارمي مثلا كنت ألعب كرة مع عيال عمي لأن كانوا أقراني كلهم أولاد مثلا ما كنت أحب ألبس نفاني متاتا وأمي كانت تغصبني لأن ألبسنا في نوف فما كنت أحب هذه الأمور يعني ما اندمجتي بالصورة النمطية للأمثة ما كنت تبيكال جيرل يعني ما كنت الفتاة النموذجية يعني لكلمة فتاة في مجتمعنا وهذا أوحى القصيدة التي راح تقرأينها لنا اليوم إن شاء الله طبعا القصيدة هي حوار مع أمي وكان عبارة عن تأملات أفهم تأملات لي ما حدث في طفولتي ما زلت أمي أعيش الوهمة في قصص نفتها رقية للحلم والدل نسجت لي زحرها من كل هدهدة فطرت حلقت حتى بالتفل وحلي ما إن نظرت إلى عينيك أهذلها ماذا جنيت سوى الخيبات والخذلي تحذر الدمع في خديكي يحمس لي لكم حلمت بما تشكين من قبلي حلم الكبير الذي أحياه من زمن الآن يكبر في عينيك الطفلي لا تلبس الفكرة ثوبا حاكه شبق إن الأنوثة لا تحتاج للفحل تفنى الوجوه وإن كانت مزينة وزينة الروح لا تأتي من الكحلي ربيت جسم فتاة عقلها رجل حتى غدوت عن التصنيف في عزلي لست الفتاة التي في طرفها حور لست الفتاة صاحب البيداء والخيل إلى متى توأد الأرواح داخلنا إلى متى نسجن الإنسان في الشكل ألقيت ظلي فصار ظل معركة قررت من بعدها سيراً بلا ظلي يا سلام صح لسانت صح لسانت يعني أنا قاعدة سمعت ووصلتني عدد من الرسائل صراع شخصي حلو صراع مجتمعي صراع مع أقرب الناس صح اللي بنفس الوقت تبي تحميك صح أوكي وممكن أنها فيها الحماية ما بيقول تحطم بس تفقدك سجيتك الطبيعية صحيح أو شخصيتك المتفردة المختلفة صحيح اللي يوصلني؟ صح صح وأنا بالعكس أشوفها أن هي بعض الصراعات اللي أنا من الناس اللي تنمروا عليه يعني كانوا يسموني صبيك كان عندي واحد من أهل اللي يسميني باسم ولد يسميني جراح يعني ما أعترفون فيني أنا بنت يعني لأنه بس اختياراتي الألعاب اللي أحبها كانت مختلفة على البلد ديال في ختام هذا اللقاء ترفضين أن يتم تلقيبك بي النسوية بسبب عودة هذا الفكر إلى المستعمر الغربي تمام؟ صحيح شنو تسمين نفسك؟ أنا أحب اقتبس كلام لكاتبة أحبها جداً وهي إليف شفاق كاتبة قواعد العشق الأربعون كنت محظوظة جداً أني أحضر لها محاضرة في لندن فطرحت مثال من حياة حشلون هي كحفيدة عاشت مع جدة وأم كانوا مختلفات تماماً الجدة تقليدية والأم تحيرا وهي كانت مزيج بالأثنين فقالت لنجد مثالاً آخر أو اسماً آخر فإنستاذ فمنزم أخوية بين النساء لأن هذا اللي شافته يطلق ما بين النساء الأمريكيات من أصل إفريقي الأفريكان أمريكان ومن يسمون بعض سستر مهما كان البلدة اللي أتت منها لا وهذا شيء يجعلهم يخليهم في تضامن فأنا أقول خلنا استبدل فمنزم بسستر هودي يمكن أن يكون شيء أكثر تقبل إذن لتدعم المرأة اليوم المرأة ولا تكون عدوة عدوة كل شكر دلال بارود والله يوفقك يا رب في بحثة العلمي الله يسلم ترجمة نانسي قنقر